مجلس المناقصات والمزايدات في عام 2002 وهو جهة تنظيمية المستقلة تشرف على ممارسات المشتريات الحكومية في مملكة البحرين يعمل هذا المجلس على تعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية وضمان تميزها بالفعالية والكفاءة وذلك من خلال اتباع آلية تنظيمية مصممة لضمان أقصى قدر ممكن من العدالة وتكافؤ الفرص يعتبر مجلس المناقصات والمزايدات ثمرة من ثمار النهج الإصلاحي لجلالات الملك حيث تم إنشاءه في 2003 بناء على توجيهات جلالته فمنذ إنشاء مجلس المناقصات والمزايدات تم ترسية عدد كبير من المناقصات تبلغ القيم الإجمالية لهذه المناقصات حوالي 25 مليار دينار بحريني و500 مليون حتى تاريخه يحرص المجلس على التعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة عن المشتريات والمبيعات الحكومية من جهة والمقاولين والموردين المحليين والإقليميين والدوليين من جهة أخرى وذلك حرصا على تحقيق المساواة والشفافية والتنافسية في كافة ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية بالإضافة إلى مواجهة جميع المتغيرات التي طرعت على العالم مؤخرا أثناء جائحة كورونا فعل مجلس خطة طوارئ المعدة مسبقا طبعا ما كانت الخطة معدة للجائحة يعني بعينها ولكن كانت معدة خطة طوارئ للتعامل مع حالات الكوارث المختلفة هذه ساعدتنا في البداية أننا نحن نقدر نرتب أمورنا مع بداية الجائحة تعامل المجلس مع الجائحة وفق خطة ومنهجية مدروسة مسترشدا بالتوجيهات والتعليمات التي يعتنا من الفريق الوطني للتصدي للفيروس كورونا الفريق عندنا ركز قام تعامل كان على مستوى التحدي والحمد لله حاولنا قدر الإمكان على ثبات عملية التزويد لأن أي إرباك للعملية راح يربك عمل الجهات الحكومية المختلفة ويستمر مجلس المناقصات والمزايدات في تسريع وطيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية وتوفير الدعم للتنمية الاقتصادية في مملكتنا الحبيبة منذ عام 2002 وهذا المجلس يحرص على تحقيق المساواة والشفافية في كافة ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية جميع العاملين في هذا المجلس يهدفون لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بمملكتنا الحبيبة ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين